شدد وزير البترول طارق الملة على تعقيق انتاج منجم السكري 5.2 مليون أقية وذلك منذ بدي الانتاج وحتى نهاية فبراير الماضي والتي تقدر إيراداتها بحوالي 7.5 مليار دولار مشيرا إلى أن قدراته المتوقعة ستحقق المزيد في ظل الاستثمارات ونشاط الاستكشافي المكثفي به وأوضح الملة خلال الجولة التفقدية بمنجم السكري بالصحراء الشرقية أن تنامي أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق مصر التعدينية في ظل دخول شركات تعدينية عالمية للسوق المصري من خلال المزيدات المطروحة يثري هذا النشاط بخبرات وتقنيات متنوعة وأضف الوزير أنه تم بدء تشغيل الانتاج التجاري للذهب من موقع إيقاط بجنوب مصر مضيفا أن هذه النتائج تحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات الهامة على أن الاستثمار التعديني بمصر في الطريق الصحيح